زارت سفيرة الجمهورية العراقية لدى المملكة الأردنية الهاشمية صفية لسهل مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق شرقي المملكة في الأردن برفقة كل من محافظ المفرق وممثل رئيس أركان الجيش ورئيس القيادة العامة للمنطقة الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية وشارك الجيش العراقي في الحروب التي دارت على أسوار القدس وبالعام 48 والعام 67 والذي أكد من خلالها وقوف العراق شعبا وحكومة وقيادة مع القضية الفلسطينية وقدمت سعادة السفيرة كل الشكر باسم الشعب العراقي وحكومته للقيادة العسكرية الأردنية على جهودها الكبيرة بتأمين أمن الحدود العراقية الأردنية لقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الجيش العراقي في مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق وفي الحقيقة كنا سعيدين باستقبالنا من سيادة محافظة المفرق وأيضا من ممثل رئيس أركان الجيش وأيضا رئيس القيادة العامة للمنطقة الشرقية والحقيقة كانت زيارة برأيي ممتازة كانت زيارة مشتركة عراقية أردنية واستذكار مشترك عراقي أردني لأرواح شهداء العراق من الجيش العراقي اللي ضحوا بأرواحهم من أجل الأمة العربية لأن لم يكن واجباتهم فقط حماية الأمن الوطني العراقي إنما كان بالاشتراك مع الجيش العربي اللي دافع عن قضيته الأولى وهي قضية فلسطين أيضا في هذه الزيارة كانت لها عدة معاني وخصوصا بأن العراق مجتمع للاحتفالات المستمرة خلال الأسبوع الماضي بتوجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية والاحتفال بالانتصال الكبير على تنظيم داعش الإرهابي وبتحرير جميع الأراضي العراقية من هذا التنظيم وأيضا التأشير على التعاون المشترك العسكري الأمني واللقاءات المستمرة على مستوى القيادات العسكرية سواء كان على مستوى رئاسة أركان الجيش لكل البلدين أو من خلال وزير الدفاع العراقي الذي قام بزيارة إلى الأردن أو من خلال اللجان التي تشكلت من كل الطرفين للقاءات مشتركة سواء في العاصمة عمان أو في العاصمة بغداد والتي إذا دلت على شيء تدل على تعاون عسكري أمني استخباراتي معلوماتي عالي المستوى كما كان في الماضي بل وصل إلى مستويات أعلى بحسب المسؤولين وأتت هذه الزيارة احتفاء بالعيد الوطني لتأسيس الجيش العراقي وقراءة الفاتحة على أرواح الجيش العراقي في مقبرة شهداء العراق في الأردن احتفالا بالعيد الوطني لتأسيس الجيش العراقي كلفني معه لوزير الداخلية باستقبال سعادة السفير العراقي والوفد العسكري المرافق له لقراءة الفاتحة على الشهداء العراقيين في محافظة المفرق حقيقة تم الحديث بهذا الموضوع على استذكار القيم والأثار النبيلة التي قدمها الجيش العراقي على مر التاريخ ومدى العلاقة التي تربط القيادة الهجمية والقيادة العراقية ومدى العلاقة التي تربط كذلك الشعبين هذه العلاقة القائمة على المودة والمحبة والاحترام المتبادل التي تعبر على مدى عربية أبناء الدولتين بما يحقق الغاية المنشهودة وشكر كلا الطرفين العراقي والأردنية القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني على جهوده المبذولة للتوطيض العلاقات الدولية بين البلدين بالتأكيد خلال المسيرة تقريبا مئة عام من التضحيات والقتال في الدفاع عن العراق وعن الأمة العربية هذا شيء يرفع رأسنا كلنا كعراقيين ويجعلنا في مصاف الدول التي تحترم نفسها هذه المناسبة السعيدة مناسبة تأسيس الجيش العراقي الباصل نقدم أجمل التهاني والتبركات إلى شعبنا العراقي العزيز وإلى قواتنا المسلحة العراقية هذا الجيش الذي شارك أخوانها العرب في جميع معاركهم وما وجود مقبر شهداء الجيش العراقي هنا في الأردن العزيزة في المدينة المفرق وغيرها إلا هي دليل على المشاركة ودليل على الأخوة العربية الصادقة وإحنا جميعنا أمة واحدة متحابة وبهذا المناسبة أيضا أجمل التهاني والتبركات إلى شعبنا العراقي العزيز بمناسبة الانتصارات الجميلة على الإرهاب وداعش الإرهابي والتحيات والتهاني إلى العراق العزيز حكومة وشعبا وقواتا مسلحة بهذه المناسبة السعيدة أزف أجمل بشرة لجيشنا العراقي الباصل جيش العراق ذو المفاخر الكبيرة وأنا أحد منتسبيه هذا الجيش هو حامل بلد وحامل أمة العربية وسباق إلى أي فعل لا يتناوى دقيقة واحدة إلا ونقل وإنقاذ أمتنا العربية من أي خطر يداهمها ويجرفني ويسعدني جدا أن أكون أحد منتسبيه هذا الجيش العظيم يذكر أنه يتواجد عدد كبير من شهداء الجيش العراقي في المنطقة الشرقية في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا في محافظة المفرق